أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعاً بنسبة 76% عند مستوى 8060 نقطة بتدولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60 مليون دينار وجاء سهم شركة مشاريع الكويت القابضة في صدارة الأسهم الأكثر إرتفاعاً بنسبة 7.34% يغلق عند 117 فلسن تلا سهم بنك بوبيان بنسبة 2.11% يغلق عند 630 فلسن له أيضاً سهم شركة أجلة للمخازنة العمومية بنسبة 2% يغلق عند 605 فلسن بينما تصدر سهم شركة الكويتية للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 4% يغلق عند 192 فلسن